مساء الخير مشاهدين الكرام، نقدم لحضراتكم إحاطة موجزة لأهم الأمداء شهدت الليرة التركية تخبطاً كبيراً في أسعارها مقابل سلة العمولات الأجنبية بعد أن وصل سعر الصرف الدولاري الأمريكي إلى 18 ليرة ثم عادت لتنتعش بشكل سريع مسجلة 12 ليرة للدولار الواحد ما سبب ركوداً في الأسواق وضعفاً بالتداول نتيجة عدم الاستقرار واختلاف سعر الصرف من منطقة لأخرى خرج العشرات من أهالي مدينة الباب وضيوفها بمظاهرات احتجاجية بعد رفع مجلس الباب المحلي سعر ربطة الخبز على خلفية انهيار الليرة التركية في حين برر المجلس الارتفاع بوقف الدعم عن الطحين من قبل المنظمات العاملة في المدينة كما احتج المتظاهرون على تخفيض أجور العمال والموظفين شن الطيران الحربي التابع للمحتل الروسي عدة غارات جوية في بادية الرصافة وبادية معدان وبادية التبني في البادية السورية مستهدفاً عناصر تنظيم الدولة على خلفية الهجمات المستمرة بتلك المنطقة في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيات تثبيت نقاط عسكرية في البادية اندلعت اشتباكات بين مجموعة محلية وعناصر أمنية تابعة لعصابات الأسد في مدينة السويدة أسفرت عن سقوط قتلى وجرح من الطرفين وقطع لطرقات المدينة ويعود سبب الاشتباك إلى اعتقال عناصر العصابة لأحد أهالي المدينة على خلفية خروجه بمظاهرات بد منعيش ضد حكومة الأسد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الإحاطة نترككم في رعاة الله اشتركوا في القناة